في عندنا حاجة اسمها الصادرات الرقمية انا مش هافتي فيها يعني عشان بسبب التفقين ليه اللي انا معرفش فيها او يعني على قد حالي كده على قد الواحد ايه القريات البسيطة طيب صادراتنا من هذه المنتجات او الصادرات الرقمية بتوصل لحوالي 6 و 2 من 10 مليار طيب عندنا فرص للزيادة اه طيب هل من الممكن ان احنا نوصل حجم استثماراتنا ده فرق حجم الاستثمار حاجة والصادرات حاجة حجم استثماراتنا ممكن نوصل لـ 100 مليار دولار جدا ازاي بقى ازاي دي بقى جاوبنا عليها ضفنا العزيز جدا داخل استوديو المهندس رومانيا رزق الله استشاري تكنولوجيا المعلومات اهلا بيك اهلا وسهلا منور 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 انا متشرف جدا اهلا يعني ايه صادرات رقمية الاول بص صادرات رقمية يعني كل ما هو تكنولوجيا يعني انا دلوقتي لو بعمل اوتسورس في البروغرامينج مثلا دي صادرات رقمية ممكن لو هقول كول سنتر يصنف اوتسورسينج ده يصنف صادرات رقمية كل ما هو تكنولوجيا اي 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 ارتفشا انتلرجنسي انترنت of things كل ما هو التولز دي هي ممكن تبقى صادرات رقمية احنا نقدر نتميز بيها حلو وده على فكرة ده مش انا هقولك حاجة هتكلم في حاجة مهمة جدا احنا بنسمحها قدر السياسية بتتكلم على انه مهم جدا الصادرات بتاعتنا تبقى 100 مليار صح؟ اعتقد الرئيس رفاعها كمال 120 150 لا لا الرئيس ما بيحزرش طيب طيب هقولك حاجة بقى الملائز هتكلم في الحتة دي الاول وهاخدك لحتة تانية خالص بتاعة تكنولوجيا المعلومات الصادرات الصناعية مثلا هي دلوقتي حاليا 30 مليار مدخلات الانتاج بتاعتها كم يا يوسف كم نصحها مش عايزة اقول اكتر خلينا نقول نصح بس مشيها نصح مشيها نصح فيبقى انا دلوقتي كدولة 30 دول كانهم كم 15 طب لو وصلت 100 يبقى كانهم 50 انا بقول بقى مستقبل مصر في السورفس في التكنولوجيكال سورفس دي ليه هقولك حاجة مصر احنا دايما بنقول مصر شابة طب مصر فيها 60 مليون شاب لو انا قلت ان انا عندي مليون من الستين دول مليون من الستين اقدر استخدمهم ك مورد بشري تعالى نحل الرقم صغير كده هقولك قد ايه ده ممكن يدخل الدولة المصرية ودي مبادرة احنا بندعو القيادة السياسية انها تتبنيها ومن منبرك ده اللي هو دايما القيادة السياسية بتتبعه ده شرف لي يا رب اه فدلوقتي تعالى نحل الرقمية لو قلنا المليون دول المليون دول لو الحد ده هياخد 3000 دولار في الشهر يبقى كم 3 مليار دولار طب في السنة 36 مليار دولار صوفي بقى نت كل مليون طب انا ممكن ده يبقى انا بقول خلال السنة الجاية ودي دعوة من هنا ان احنا يبقى من نستخدم مليون ونقدر نعملهم سيلكشن ونقدر نصدر الطاقة البشرية ديت من خلال سيرفس وانا بقول لك رقم والرقم ده على فكرة مش رقم كبير 3000 دولار في الشهر ده مش رقم كبير تمام فبنتكلم في 36 مليار دولار فلو قلنا في السنة الاولانية ديت 36 السنة التانية هيبه بـ 2 مليون الضعف في التالتة هبقى اوصل لمية مليار دولار نت في 27 مثلا من الطاقة البشرية دي من الطاقة البشرية دي هو ده الملاز على فكرة ده مش احنا مش بـ we not inventing the wheel احنا مش باختراع العجلة ده حصل في الهند يا جماعة يعني احنا واحنا بس هستخدم معاك مصطلح موازي but it is a rocket science ده عاوز استثمار في الطاقة البشرية دي مزهل العقول دي لازم تبقى مليانة بص يا فندم انا قلتلك هما 60 مليون قلتلك مليون على فكرة المادر تانج بتاعت الشباب دول التكنولوج دي واقدر بطريقة مبسطة مش لازم كلهم يبقوا مبرمجين ممكن يبقى call centers ممكن يبقى على فكرة الرقم ده رقم انا بقولك يعني بخبرتنا في المجال لا احنا الرقم ده نقدر نوصل له هو ممكن يبقى موجود scattered متفرق احنا دلوقتي لازم اجمع اجمعه جوة one incubator ودي تبقى مبادرة للدولة المصرية ودي انا شايف انها هو ده الملاز محترامي للصناعة هقول حتة بس معلش الصناعة حضرتك عشان تنشئ مصانع انت محتاجة دي عشان تقوم مصنع سنتين ثلاثة حتى لو افترضت ان انا هاخد كل الاجراءات السريعة المطلقة سنة لا صعب جد هبني الجملونات هاجب المكان سنتين سنتين سبقني فانا بقولك في الثلاثة دول نبقى عندنا مية مليار دولار فولي بتاعتنا كلها مفاش مدخلات انتاج اوكي ترجمة نانسي قنقر